بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نحن اليوم مع الحلقة الثالثة في قراءتنا في كتاب كيف نتعامل مع القرآن واليوم نقرأ مقدمة تانية لهذا الكتاب للأستاذ عمر عبيد حسنة وهذه المقدمة التانية كذلك مقدمة جد مهمة تأصيلية تعالج الأمية العقلية التي تسود في الأمة وتعالج العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن والإشكالية في منهج الفهم للقرآن المنهج الموصل للتدبر لنصل إلى مستوى القرآن ومستوى العصر ولنحقق كما قال الأستاذ الشهود الحضاري ولنتخلص من الحال التي استنكرها القرآن قوله أفلا تدبرون القرآن أم على قلوبنا قفالها إليكم إذن مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنة يقول الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنزل القرآن ويسره للذكر واستنفر لذلك العقل وجعله مناط التكليف وأداة النظر والتدبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ونعى على الذين يعطلون عقولهم ويغلقون نوافد المعرفة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون كما نعى على الذين لا يتدبرون القرآن ويكتفون منه بالقراءة التي لا تتجاوز تراقيهم إلى قلوبهم وعقولهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها وصلى الله على محمد النبي الخاتم الذي انتهت إليه أصول الرسالات السماوية جميعا وتجمعت لرسالته تجربة النبوة من لدن آدم عليه السلام فحمل القرآن بين دفتيه الشهود التاريخي بما قص من أخبار الأمم السابقة والشهود الحضاري بما تجسد من نسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمثل في خير القرون والشهود المستقبل بما أصل من قواعد ووضع من معالم وكلف من نظر وتدبر في سنن الله في الأنفس والآفاق التي هي السبير للتمكين في الأرض والقيام بالشهادة على الناس والقيادة لهم ولتعلمن نبأه بعد حين وبعد فواقع معظم المسلمين اليوم مع القرآن مؤرق وعلاقتهم بها يحكمها الهجر والعقوق إلى درجة نخشى معها أن نقول إن على الأمم السابقة التي حدر منها القرآن ونبه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم تسربت إلى العقل المسلم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة وترتيل قال ابن تيمية رحمه الله عن ابن عباس وقتاد في قوله ومنهم أميون أي غير عارفين بمعاني الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم لا يدرون ما فيها وقوله إلا أماني أي تلاوة لا يعلمون فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يتلى عليهم والأمية العقلية هذه تسود الأمة في حال التقليد والغياب الحضاري والعجز عن تدبر القرآن والتعامل مع الأحداث واتخاذ المواقف واكتشاف سنو الله في الأنفس والآفاق وحسن تسخيرها ومعرفة كيف يتتعامل معها والنفاد من منطوق النص وظاهره إلى مقصده ومرماه والتدخل حين نعلم السنة وأنها تتكرر ولا تتبدل فنستطيع توجيهها إلى حيث نريد ونفيد فنصل إلى مرحلة مغالبة القدر بقدر أحب إلى الله أو نفر من قدر الله إلى قدر الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقول ابن قيمي رحمه الله ليس الرجل الذي يستسلم للقدر بل الذي يحارب القدر بقدر أحب إلى الله ويستمر الأستاذ عمر عبيد حسن قائلا إنها الأمية العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن والتي تعني ذهاب العلم على الرغم من تقدم فنون الطباعة ووسائل النشر وتقنيات التسجيل ولعل فيما يذكره ابن كتير رحمه الله عند تفسير الآية الثالثة والستين في سورة المائدة في الجدال الذي وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه زيادة بن لبيد مؤشرا دقيقا على الأمية العقلية التي سرنا إليها مع كتاب الله فعن الإمام أحمد رحمه الله قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم قلنا يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن قرأنا القرآن ونقرأه أبناءنا وأبناءنا يقرؤون أبناءهم فقال تكلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى بعيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء وقد تكون مشكلات المسلمين كلها اليوم في منهج الفهم المنصر إلى التدبر وكسر الأقفال من على القلوب والعقول وتجديد الاستجابة وتجديد وسيلتها ليكون في مستوى القرآن ومستوى العصر ويحقق الشهود الحضاري ويتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الباب وهنا قضية أعتقد أنه من المفيد التوقف عندها ولو قليلا ذلك أن كثيرا من العاملين في حقوق الفكر والمعرفة يظنون أن معادلة المسلمين صعبة اليوم وأزمتهم الفكر يتتمثل في غياب المنهج ويجهدون أنفسهم بالبحث والدرس وتقليب الأمر على وجوه كثيرة وقد يكون من ذلك التطلع إلى ما عند الآخرين وفي تصوري أن الأزمة التي لا نزال نعاني منها ليست بافتقاد المنهج فالمنهج هو مصدر المعرفة موجود ومعصوم ومختبر تاريخيا لكن المشكلة بافتقاد وسائل الفهم الصحيحة وأدوات التوصيل وكيفية التعامل مع القرآن أي منهج فهم القرآن والسنة فالله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أن موسى كان فيكم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وذلك عندما تطلع بعض الصحابة إلى تحصيل المعرفة من التوراث ونخشى عند التساهل والقبول بأن الأزمة التي نعاني منها أزمة منهج وليست أزمة فهم للقرآن الذي هو مصدر للمعرفة عندها قد ينأى من السيء إلى السقوط في التعامل مع مناهج أخرى والافتتان عما نزل إلينا أو بعضه واحدرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك لذلك لا بد أن نقرر أن الأزمة أزمة فهم وأزمة تعامل وأزمة أمي عقلية سرنا إليها بذهاب العلم أي مناهج الفهم ووسائل المعرفة والجهود فيما نرى اليوم يجب أن تنصب على منهج الفهم وإعادة فحص واختبار المناهج القائمة التي أورثثنا ما نحن عليه والتحرر من تقديس الأبن الفكرية الاجتهادية السابقة التي انحدرت إلينا من موروثات الآباء والأجداد والمناخ الثقافي الذي يحيط بنا منذ الطفولة ويتسرب إلى عقولنا فيشكلها بطريقة التفاعل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى انكماش الفكر والرؤية القرآنية في واقع حياتنا وتحول القرآن من مراكز الحضارة وصناعة الحياة إلى الركود والتحنط في بطون التاريخ التي تشكلت في عصور التخلف والتقليد والتي حالت دون إدراك أبعاد النص القرآني والقدرة على تعديته للزمان والمكان وذلك أن الصورة التي طبعت في أذهاننا في مراحل الطفولة للقرآن أنه لا يستدعى للحضور إلا في حالة الاحتضار والنزع والوفاة أو عند زيارة المقابر أو نلجأ لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية وهي قراءات لا تتجاوز الشفاء ولذلك اقترنت الصورة الموروطة للقراءة بحالات من الخوف والاكتئاب ينفر منها الإنسان ويستعيد بالله من سماعها فإذا تجاوزنا مؤسسات الأمية والعامية التي تشكلت من خلالها تلك الصورة المفزعة للقرآن إلى مراكز ودروس تعليم القرآن الكريم رأينا أن الطريقة التي يعلم بها يصعب معها استحضار واستحاب التدبر والتذكر والنظر إن لم يكن مستحيلة فالجهد كله ينصرف إلى ضوابط الشكل من أحكام التجويد ومخارج الحروف وكأننا نعيش المنهج التربوي والتعليم المعكوس فالإنسان في الدنيا كلها يقرأ ليتعلم أما نحن فنتعلم لنقرأ لأن الهم كله ينصرف إلى حسن الأداء وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى التدبر والتأمل وغاية جهده إتقان الشكل وقد لا يعيب الناس عليه عدم إدراك المعنى قدر عيبهم عدم إتقان اللفظ ولا أزال أذكر أننا وبعد عدة سنوات من التعليم كان مدرس القرآن يراجع بعضنا في تحسين النطق بأعود بالله من الشيطان الرجيم مفتتح القراءة ونحن هنا لا نهون من أهمية ضبط الشكل وحسن الإخراج وسلامة المشافهة لكننا ندعو إلى إعادة النظر في الطريقة حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكر والتذبر التي تترافق مع القراءة وقد يكون ذلك بأن نبدأ التلقين بالأداء الحسن ابتداء مع التوجيه اللافت للنظر صوب المعنى ولا نلتفت إلى ضبط الشكل إلا في حالة التصويب ولتكن حالات استثناء وقد يكون من أخطر الإصابات التي لحقت بالعقل المسلم فحالة بينه وبين التذبر وكسر الأقفال ووضع الأغلال والآصار والتحقق بالفكر القرآني والرؤية القرآني الشاملة والاغتراف منها لعلاج الحاضر والامتداد صوب المستقبل واعتماده مصدرا للمعرف والبعث الحضاري التوهم بأن الأبنية الفكرية السابقة التي استمدت من القرآن في العصور الأولى هي نهاية المطاف وأن إدراك أبعاد النص مرتهن بها في كل زمان ومكان وما رافق ذلك من النهي عن القول في القرآن بالرأي وجعل الرأي دائما قرن الهوى وسوء النية وفساد القصد وفي هذا ما فيه من محاصرة للنص القرآني وقصر فهمه على عصر معين وعقل محكوم برؤية ذلك العصر وحجر على العقل وتخويف من التفكر الأمر الذي يحول بين الإنسان والتدبر المطلوب إليه نص القرآن ويتابع الأستاذ عمر عبيد حسن قائلا هذا علاوة على أن الاقتصار على هذا المنهج في النقل والتلقي يحاصر الخطاب القرآني نفسه ويقضي على امتداده وخلوده وقدرته على العطاء المتجدد للزمن ويلغي بعده المكان وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وبعده الزماني ولكن رسول الله وخاتم النبي ويلغي التكليف القرآني من السير في الأرض والنظر في البواعة والعواقب واستمرار النظر في الأنفس والآفاق والاكتشاف المستمر للسنن والقوانين والتعامل معها في ضوء العطاء العلمي والكشوف البشرية في إطار علوم الكون والحياة سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولعل ترص بهذه القناعة العجيبة الغريبة هو من الأقفال الأولى التي يجب كسرها لينطلق الفهم من قيوده وأغلاله وآصاره فيتحقق العقل بالرؤية القرآنية في أبعاد الحياة المختلفة وينضح معرفة وحضارة مستمدة من الوحي المعصوم لأن هذه القناعة إذا استمرت سوف تلغي الحاضر والمستقبل معا وتسقط عن القرآن صفة الخلود الزماني والامتداد المكاني ويستمر الأستاذ عمر قائلا ومن المفارقات العجيبة حقا للعقل المسلم جرأته على إلغاء التكليف القرآن بالنظر والتدبر وإسقاطه باجتهاد بشري وذلك لعدم إدراكه للنص النبوي أي ألبية القرآن الذي يقرر أنها قد تتأتى فهوم مستقبلي أكثر وعيا وإدراكا للنص القرآن بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ونحن هنا لا ندعو إلى القفز فوق الفهوم التاريخية للقرآن وهذا المراف الثقافي الذي يعتبر مفخرة من مفاخر الفكر والاغتراف من القرآن مباشرة بمؤهلات وبدون مؤهلات وإنما نريد أن نحر العقل من قيوده حيث حرم عليه النظر وندعو إلى النظر الذي لا يتحقق ولا يتأتى ولا يستحق أن يسمى نظرا إذا تجاهل الفهوم السابقة ولعل من أبسط مستلزماته استحاب الاجتهادات السابقة ولكن لا نقتصر عليها فلكل عصر رؤيته في ضوء مشكلاته ومعطياته إن الدعوة إلى محاصرة العقل والحجر عليه وقصر الفهم والإدراك والتدبر على فهوم السابقين هو الذي ساهم بقدر كبير في الانصراف عن تدبر القرآن وأقام الحواجز النفسية المخيفة التي حالت دون النظر وأبقى الأقفال على القلوب وصار القرآن تغانيم وترانيم وبدل أن يكون المراث الثقافي وسيلة تسهل الفهم وتغني الرؤية وتعين على التدبر أصبح من بعض الوجوه عائقا يحول دون هذا كله وشيئا فشيئا تتحول القدسية من القرآن إلى السنة فتجعل السنة حاكمة على القرآن ومن ثم انتقلت القدسية لفهوم البشر وبقى الكتاب والسنة للتبرك فالمشكلة المستعصية في اختلاط قداسة النص ببشرية التفسير والاجتهاد لذلك النص وإذا رأيك مرماه حيث عد رأي الشيخ أو المتبوع في تفسير نص ما أو فهمه هو الأمر الوحيد والممكن والمحتمل والأكمل لمدلول ذلك النص وصار أي رأي أو احتمال آخر خروجا عن الإجماع أو نوعا من الابتداء وقد لا نستغرب في هذا المناخ أن ينتهي بعض الفقاءاء والأصوليين إلى القول كل آية أو حديث تخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ وهذا القول منسوب لأبو الحسن الكرخي من الأحناف أبو الحسن الكرخي وفقيه حنفي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق مولده بالكرخ في عام 260 هجرية وتوفي ببغداد عام 340 هجرية وقد يكون هذا واقع العقل مسلم لكثير من من سيطر عليهم مناخ التقليل الجماعي وإن لم يصرحوا به وأصبح كف العقل عن فهم وتدبر القرآن مناخا عاما يصعب لانفلات منه وجاءت ثمرة ذلك مجاهدات عقلية وجهود فكري غير مجدية استغرقتها مسائل الفروع التي كتبت فيها مئات المؤلفات من المتون والحواشي والشروح والاختصارات وضاعت بذلك مقاصد الدين وحوصر امتداد القرآن والسن عن شعب المعارف الأخرى كما توقف الامتداد في بعدي الزمان والمكان وانطفأت بذلك جذور العقل السليم وتجمدت قيم الدين ومقاصده في مجال الشورى والعدل الاجتماعي والمساواة والحرية وغاب الفقه القرآن بمعناه الشامل ليقف عند حدود الحل والحرم لبعض الفرعيات وقطعت الرؤية القرآن الشاملة وسادت النظرات الجزئية وعم العجز وتوقفت النظرة الموضوعية لتخلي مكانها للرؤى الموضعية ويستمر الأستاذ عمر عبيد حسن قائلا لقد دورتنا مناخ التقليد الجماعي الذي عطل فينا ملكة الاجتهاد والإبداع والإنجاز لقرون طويلة نوعا من العجز المزمن جعلنا دون سوية التعامل مع القرآن وإدراك سننه في الأنفس والآفاق والاقتصار على بعض مئات من الآيات نظر فيها الأقدمون على أنها آيات الأحكام التشريعية ولا نزال إلى اليوم نبدي فيها ونعيد من خلال ميرات الفقهاء وليس من خلال موقعها من الرؤى القرآنية حيث للآيات مقاصد عدة تربوية واجتماعية ونفسية وكونية ومنؤمنبهات حضارية ووسائل للكشف العلمي حيث لا يخرج الحكم التشريعي عن أن يكون واحدا منها ويمكن أن نقول بأن العجزة لحق أيضا بطريقة التعامل مع آيات الأحكام نفسها التي أخذت هذا الجهد وتلك المساحة من الميرات الثقافي وأصبحنا أتباعا مقلدين غير قادرين ليس فقط على تجاوز فهم السابقين والامتداد بالآيات إلى آفاق إضافية وإنما عاجزون أيضا عن الإتيان بمثال آخر غير ما جاء به الأقدمون وهذا من أشنع حالات التقليد وكما أن مناخ التقليد الجماعي جعلنا عاجزين عن الامتداد ودون سوية التعامل مع القرآن فكذلك أصبحنا بذلك دون سوية التعامل مع الواقع المعاصر لأننا أوقفنا عطاء القرآن للزمن وهو المتغير السريع وحاولنا التفاهم معه بفهوم عصر آخر يختلف في طبيعته ومشكلاته وعلاقاته ومعارفه عن عصرنا وأعطينا صفة القدسية والقدر على الامتداد والخلود لاجتهاد البشر ونزعنا صفة الخلود والامتداد عن القرآن عمليا وإن كنا نرفضها نظريا كما أسلفنا وكلون من التعويض عن العجز في الامتداد بالرؤية القرآنية والتعامل مع العصر الشهود الحضاري ما نراه اليوم من التوسع في مصطلح على تسميته الإعجاز العلمي في القرآن على الرغم من التحفظات على هذه التسمية لدى كثير من علماء المسلمين الذين يرون أن ميدان الإعجاز ليس المجال العلمي أصلا فالعلم في تقدم وتطور مستمر وقد بلغ اليوم شأوا واسعة وكلما تقدمت الأيام وتراكمت المعارف تقدمت الحقيقة العلمية أكتر وخلود الرسالة يعني فيما يعني خلود المعجزة وعدم قدرة الإنسان على الإتيان بمثلها في كل زمان ومكان وأظن أن تطبيق هذا في مجال الإعجاز العلمي سيؤدي إلى كثير من المفارقات والتمحلات والقرآن كتاب هداية وليس كتاب تكنولوجيا ولا أحد يستطيع أن ينكر أن القرآن عرض لبعض الحقائق العلمية ولفت نظر الإنسان إليها ليحقق هدفه في الهداية وينبه الإنسان إلى وسائل التعمير وبناء الحضارة ويفتح طريق البحث العلمي أمام المسلمين وأن كثيرا مما ذكر من الحقائق لم تكن معروفة في عصر نزول القرآن وأن العلم أثبتها بعد آماد طويلة وقد تؤكد المعارف العلمية كل يوم ما يكسبنا للاطمئنان إلى صحة النص القرآني ولا شك أن الحقائق العلمية التي عرض لها القرآن في عصر الأمية العلمية تعتبر من دلائل النبوة وبرهان صدقها أما تسميتها إعجازا فالأمر ليس بهذه السهولة والبساطة على الرغم من أن القرآن وضع العقل البشري في المناخ العلمي ووفر له الإسلام الشروط والظروف المطلوبة فموضوع القرآن صياغة الإنسان ووظيفة الإنسان القيام بأعباء الاستخلاف والإعمار عن طريق اكتشاف سنن التسخير وحسن التعامل معها لذلك طلب القرآن النظر النظر والتدبر والمراحبة والاختبار وإدراك على الأشياء وأسبابها وامتد في ذلك إلى استشراف المستقبل ولتعلمن نبأه بعد حين والمسلمون اليوم مطمئنون إلى صدق النبوة وصحة النص وإن احتجنا اليوم لهذا اللون من الطرح فقد يكون مفيدا مع غير المسلمين ويتابع الأستاذ عمر عبيد حسن مقدمته في كتاب كيف نتعامل مع القرآن قائلا وأخشى ما أخشاه في التدليل على أن القرآن عرض لها وأثبتها قبل العلم وأعتقد أن هذا دليل للواقع المتخلف والعاجز فإذا كان القرآن قد عرض لها فما بال المسلمين لم يفقهوها لذلك نخشى أن ينقلب موضوع الإعجاز العلم المعاصر من منبه حضاري مؤرق إلى صورة من التفاخر والتظاهر المعوق وتكريس التخلف والأمي العقلية وقضية أخرى نرى أنه لا بد من أن نعرض لها في هذه المقدمة وهي أن لكل علم من العلوم الإنساني والتجريبية مناهج وآلات وتقنيات خاصة لفهمه وإدراكه حتى إننا نرى اليوم لكل شعبة أدوات خاصة لفهمها في مجال العلم الواحد ففي مجال نقضي الأدب مثلا هناك مناهج متعددة وفي مجال التربية والأخلاق والتاريخ والسياسة والاجتماع إلى آخره أصبح لكل علم أدواته وآلات فهمه ولكل منهج خصائصه وشروطه وميزاته ولكل معرفة وسيلتها التي توصل إليها ومن هنا نقول إن منهج علماء الأصول على دقته وعبقريته في استنباط الحكم التشريع من آيات الأحكام لا يمكن أن يعتمد ليكون وسيلة علماء التاريخ والاجتماع والسياسة إلى آخره بل بإمكاننا القول إن هذا المنهج على دقته قد يكون مفسدا للنتائج والحقائق لو استعمل في غير ميدانه الذي غضع له على الرغم من بعض التلاقي والأدوات المشتركة أحيانا في ميدان العلوم المتجانسة ويخلص الأستاذ عمر عبيد حسن قائلا في هذه المقدمة والمطروح بإلحاح كيف يمكن التعامل مع القرآن وتدبر آياته والإفادة من معطيات العلوم وآلات فهمها ليكون القرآن مصدر المعرفة وفلسفتها في شعاب العلوم الاجتماعي جميعا حيث لا بدلنا من العودة إلى القرآن كمصدر لمعارف الحياة وفقه المعرفة والحضارة للقيام بدورنا بمسؤولية الشهادة على الناس والقيادة لهم وإلحاق الرحمة بهم واستئناف السير الذي توقف من عهد بعيد في كثير من شعب المعرفة التي يمنحها القرآن لذلك كان لا بد من طرح القضية وتقليب وجهات النظر في جوانبها المختلفة في محاولة لتحقيق الرؤية القرآنية الشاملة وما نقدمه في هذا الكتاب من مدارسة مع الشيخ الغزالي نعتقد أنه عرض لمجموعة من الأمور المهمة وقدم إيضاءات جديدة على طريق بناء الفكر والثقافة القرآنية ولا ندعي أن نستطعن بهذه المدارسة تقديم أو إنضاج منهج للتعامل مع القرآن والخروج بالمسلمين من حالة الهجر التي أورثثهم الأزمات الفكرية والتي يعانون منها فالوصول إلى منهج لفهم القرآن بأبعاده ومحاوره المتعددة ليكون مصدرا للمعرفة ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يتحقق بكتاب أو حوار أو مدارسة ولكننا نستطيع أن نقول بكل اطمئنان إننا استطعنا تقديم آفاق ومؤشرات ومعالم على الطريق تثير وتستدعي كثيرا من النظر والبحث والتأصيل وقد نقول بأن هذه المدارسة أمكنها طرح القضية واستدعاءها إلى محل الاهتمام وتقديم مجموعة ملاحظات يمكن أن تعد أساسا لبناء فكر قرآني قادر على الانطلاق باتجاه الشهود والإنجاز الحضاري وإحياء موات الأمة ولا شك أن مثل هذه النقلة الثقافية محتاجة إلى شروط ومواصفات لها علاقة بالنظام التعليمي والإعلامي والتربوي ومؤسسات تعليم القرآن وحفظه وتفسيره وإن شئت فقل لها علاقة بالتشكيل الثقافي للأمة بشكل عام ولعل ما نقدمه في هذا الكتاب يشكل محاولة لكسر أقفال القلوب وفتح النوافد أمام العقول ووضع الأغلال والآصار التي أتقلت الكواهل وأوقفت فاعلية العقل المسلم ولا نحب أن نتكلم عن الشيخ الغزالي أمضى الله عمره ونظاراته الدقيقة والمتميزة في هذا الموضوع وهو غني عن التعريف حيث استجاب مأجورا للحوار الذي أصر على تسميته مدارسة وأوكل لنا مشكورا أمر صياغته وقد آترنا في العرض إبقاء الحوار المدارسة مترسلا على طبيعته دون تدخل كبير في إعادة الترتيب آملين أن يتواصل السير وتأخذ القضايا المطروحة حظها من البحث والمناقشة والإثراء والإنضاج ولا بد أن نشير إلى أن الكتاب هو اقتراح للمعهد العالمي لفكر الإسلامي ليكون ذليلا ومرشدا لعلماء الاجتماعيات المسلمين بصفة خاصة وللعلماء في شعب المعرفة الأخرى بصفة عامة ومن الجذير بالذكر أن المعهد قد أصدر كتابا مماثلا له في كيفية التعامل مع السنة النبوية المطهرة أعده الدكتور يوسف القرضاوي ويعتقد أن هذا الموضوع من الأهمية بحيث يحتاج إلى أكثر من معالجة وأن يتناوله العلماء والمفكرون المسلمون من جوانب مختلفة كان ذلك في رمضان 1409 هجرية الموافق لأبريل 1989 ميلادية الدوح قطر عمر عبيد حسنة نشكر لكم حسن استماعكم وصبركم على الاطلاع على هذه المقدمة المؤصلة العميقة والتي ترمي إلى الوصول لكيفية التعامل مع القرآن وتذبر آياته والإفادة من معطيات العلوم وآلات فهمها وهذا مجهود مهم له علاقة بالتشكيل الثقافي للأمة بشكل عام نقف عند هذا الحد وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنبدأ كلام الشيخ محمد الغزالي ببداية بتمهيد ودخولا في الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة